استقبل رئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير التجارة وتنمية الصدرات محمد بو سعيد وأشاد سعيد بجهود الوزارة في مراقبة توزيع السلع الاستراتيجية بالأسواق وشدد الرئيس التونسي على ضرورة وضع حد للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع الأيام الأخيرة حتى الماء المعدني أيضا تمت محاولات احتكار الماء المعدني لمزيد التنكيل بالشعب التونسي هناك من يعمل على التنكيل بالشعب التونسي في قوته في الماء يعني الماء الصالح للشراب أصبح أيضا بضاء ويحتكرها البعض والبعض يرفع في الأثمان إلى آخر ذلك أنا أريد أن أتوجه أولا إلى أعوان وزارة التجارة بالشكر على الجهد الذي يبذلونه في هذه المسارك ولكن في نفس الوقت أدعوهم لأن يكونوا أكثر حزما مع هؤلاء المجرمين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي يعني للأسعار يفترض أن تكون نصف الأسعار ترجمة نانسي قنقر